تحديث جديد من جوجل أدسنس وزيادة في الأرباح ستطرأ على المواقع والمدونات تابعونا بعد الفاصل لحتى نعرف التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أصدقائي مجددا على قناة ناش تيفي أصدقائي إن شاء الله اليوم بدنا نحكي عن التحديث الجديد يلي رح تطبقه إن شاء الله جوجل أدسنس بثلاثة الشهر أو بعد ثلاثة الشهر على جميع المواقع وعلى جميع المدونات يلي اقتعرض إعلانات جوجل أدسنس بالنسبة للقنوات قنوات اليوتيوب طبعا هذا التحديث ما بيهمكم بأي شيء اللي حابب يتابع معنا الفيديو يامية أهلا وسهلا اللي محابب يكمل الفيديو ما في مشكلة طبعا أحباب الكرام رح نشوف الإيميل يلي وصلنا من جوجل أدسنس أكيد أغلبكم لاحظ أو وصلوا هذا الإيميل يلي من جوجل أدسنس رح نشوف الإيميل ورح نشرح معنا الرسالة ورح نأكد لكم من خلال الإيميل اللي وصلنا إنه رح تزيد أرباحنا إن شاء الله بعد ثلاثة من هذا الشهر شهر نوفمبر وطبعا كمان رح نشوف المعلومات يلي ظاهرة يعني من خلال الإشعار اللي بيحسابنا على جوجل أدسنس وكمان أحباب إن شاء الله رح نشوف كيفية تفعيل الإعلانات إعلانات الشاشات الكبيرة وإن شاء الله بهذا الدرس رح نشرح كيفية تفعيل هذه الإعلانات أو إعلانات أحجام الشاشة الكبيرة من خلال الهاتف فقط من خلال الهاتف فقط رح ندخل على حسابنا على جوجل أدسنس ونقوم بتفعيل الإعلانات إعلانات الشاشات الكبيرة تابعنا أحباب الكرام مثل ما نكون شايفين أصدقائي دخلنا على حسابنا على جوجل أدسنس منضغط على ثلاث خطوط وبعدا مننا منضغط على خيار إعلانات وبعدا مننا مندخل على قسم نظرة عامة أو هو بدخلنا تلقائيا مثل ما نكون شايفين هون عنا ثلاث خيارات عنا خيار حسب الموقع وحسب الوحدة الإعلانية وإعدادات عامة طبعا نحن اللي بهمنا هو حسب الموقع يعني خيار الإعلانات التلقائية طبعا نضغط على إعلامة القلم طبعا منكون نحن ضايفين الإعلانات التلقائية مسبقا اللي مو ضايفها اللي بنحكي شلون منضيفها نضغط على أشكال الإعلانات مثل ما شفتوا نضغط على أشكال الإعلانات من بين هالخيارات هاي بننزل على آخر خيار من تحت بنلاقي خيار اللي هو طبعا خيار الإعلانات إعلانات الشاشة العريضة طبعا أحبابي الكرام إعلانات الشاشة العريضة أو إعلانات الشاشة الكبيرة بيكون هو بوضعية التفعيل تلقائيا إذا لقيتوا أنتوا بوضعية الإيقاف فقط بتضغطوا على علامة تشغيل الإعلان تمام؟ وبيظهر معكم الإعلانات بهذا الشكل بيظهر لكم يعني لأشوفوا هنا لو كان بوضعية الإيقاف بعمله تفعيل وبضغط على تطبيق على الموقع بعد مننا أحبابي الكرام بناخد مقتطف الرمز هون فقط أحبابي الكرام بضغط على الحصول على الرمز وبعد مننا بضغط هون على نسخ مقتطف الرمز مثل ما لكم شايفين تم نسخ مقتطف الرمز بنروح بتدوينتنا على خيار المظهر بعد مننا بنضغط على السهم بهذا الشكل على تعديل HTML بننزل تحت الوسم هيد مثل ما لكم شايفين الوسم هيد نترك مسافة تحت منه بنلصق مقتطف الرمز اللي هو رمز الإعلانات التلقائية ومنضغط على علامة الحفظ طبعا أحبابي الكرام أنا مسبقا ضايف الرمز فلذلك ما رح أعمل حفظ يعني هذا الرمز نازل عندي مسبقا فما بصير أحفظه مرتين هو موجود عندي مسبقا فأنتوا فقط يعني بتلصقوا الرمز بهذا الشكل وبتضغطوا على حفظ إذا ما حفظ معكم أو واجهتوا مشاكل فقط بتروحوا على تحويل الأكواد HTML من خلال البحث بموقع جوجل بتضغطوا على محول الأكواد محول الأكواد يعني بتكتبوا بمحرك البحث محول الأكواد وبتحولوا الكود يعني من خلال موقع محول الأكواد وبتحفظوا الرمز المحول وبتلصقوا بهذا الشكل تحت وسم هيد وبتضغطوا على حفظ فبتم حفظ الإعلانات أو رمز الإعلانات التلقائية وبتظهر معكم الإعلانات الجديدة اللي هي إعلانات الشاشة العريضة وإن شاء الله بتلاحظوا بالفترة القادمة يعني ارتفاع بأرباحكم على حسب ما ذكر جوجل AdSense بالمقال الرسمي فهذا كان شرحنا لليوم أحبابي الكرام إن شاء الله يكون عجبكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد كان معكم أخوكم نادر الشيخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته